السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه النهاردة هنعمل الكوارع ومين فينا بباش عايز يعرف طريقة للكوارع طريقة سهلة وتخلي الشربة بتاعتها صافية وجميلة يلا بينا نشوف احنا هنسلوها ازاي وهنخلي شربتها تكون فتحة بالشكل ده اول حاجة معايا الكوارع انا وكنت جايباها ومخلي الراجل مقطعها لي وغسلها غسلة كويسة ونقعاها بشوية شوية مية وفيها ملح ودقيق وغسلها كويس حضرت الشربة بتاعتنا حطيت شوية مية على النار حطيت لوري حبهان قرفة طماطم وكمان بصل وقرنفلفل وجزاروية بعد ما الشربة بتاعتنا اول مية بتاعتنا غليت هبدأ انزل فيها الكوارع اللي انا غسلها احسن حاجة في الكوارع ان انا اجيب الرجل الادمانية للحقاليل لدبيحة وكمان لو الكوارع اللي انت جايباها خدت معيك سوا ممكن تحطي نوى البلح يسرع من عملية السوا او معلقة سكر كمان فيه امهاتنا كانوا بيحطوا معلقة من السلسطين بتاعت الاكل معلقة صغيرة يرموها في الشربة وهي بتغلي كان بيسرع من عملية السوا دلوقتي انا هسيبها واول ما يطلع اي ريمة على الشربة انا هطلعها وما حطش الملح دلوقتي الى لما بتستوي واول ما بالشربة بتاعتنا بتغلي بوطي عليها النار واسيبها تستوي على نار هادي بصوا دي كده بعد ما اخدت نص تسوية كده هوت وغلت معي انا بعد هديها التقليبتين كده هوت وهبدأ اوطي عليها تكمل بيت سواها خالص وده هيكون شكلها بعد ما استويت معانا ولو عجبتكم الطريقة بتاعت البسيطة يريد تدعموني باشتراك وتفعيل زر الجرس ولايك وعشان يوصل لكم كل جديد وشكرا اوي على متابعيكم شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة